هل تعتبر اليوم ساعد الحريري منبطح؟ ما بدي أحكي عن ساعد الحريري بتمنى له كل التوفيق حكيت اللي لازم ينحكم بس برجع بقالك في فرق كبير ما بين الانبطاح وبين الاعتدال بس هون لابد أنه نوقف عند عودة الرئيس ساعد الحريري لأنه الكل اللي عبره رجع هل تعتبره رجع أول شيء؟ أنا صمت كل الفترة اللي هو أبني يجيب أسبوع لبعد ما غادر بأسبوع مشان هيك أنا ما قبلت أطلع معيك قبل بأسبوع باعتبار خلاص ما بدي أخي الناس شافت كل المشهد طايفي ما بقيت تحمل إذا بدك أنه نعلق بعضنا البعض لا مش تعلق اليوم شو بتقلهم كمان هذه الطايفي اللي اليوم البعض حتى بعودة الرئيس ساعد الحريري تبين كأنه إنه هيدا الطايفي متروكي كانت كأنه سنتين وما في عندها زعيم وأحباط هل هيدا هو المشهد فعليا؟ لا ما في أحباط حكما إذا بدك طلعنا بالنيابة إذا بيك متباع سرين مباعسرين يعني مبدئيا وهذا أمر طبيعي طائفي بمرحلة انتقالية بعدين ما حدا يعني ما حدا إذا بدك أبدي ما في غربنا بيه بقى لا أبدا الحياة رفي الحريري راح أنا بروح وغيري بروح حتى مسامي الأخرية مبدئيا مش يعني هيك أنا برأيه بس بده وقت لا تفرز بديك خاصة بس رجعنا عن نحكي بأحادية الزعامة ما عودة رئيسة الحريري رجعنا هلا كل عمرة الطايفية كانت متعددة الزعامة كان بشمال في حدان رشيد كرامي الله يرحمه بصيدة كان في بيت سعدو كان في بيت البزري بالقبع كان في حدانو ببيروت كان في أكثر من شخص مبدئيا كان في عائلات بيروتية بيت سلام وعدة عائلات مبدئيا رفي الحريري إذا بدك بتكوينه الاستثنائي قدر وحده وكانت إذا بدك التوحد لصالح الطايفة اليوم تبع سؤال إذا بدك التوحد مع سعد الحريري ما كانت لصالح الطايفة فلنرجع إذا بدك حقيقة للتعدد الزعامات بس أنا عمير جاي نحك أنه ريجع سعد الحريري معلوماتك شو بتقول من دونك شخص أنا معلوماتك الله يوفقه بحياته لا بغض النظر لأنه اليوم هيدا حالة سياسية ما حضرتك اليوم هو أعلن أنه أنا بعدي متمسك أنه بنهي بقراري بالاعتكاف أو بالتعليق للعمل السياسي معلوماتك هيك بعد ورد يعني رح يبقى يعني شو هي هيدا بتعتبر اللي صار لما إجا التركية للأيام قلت قبل ما يجي لهون كنت أحكي أخذت قرار أنه بالنهاية ما بحكي غير كل كلام حلو الطايف ما بقى تحمل إذا بدك حقيقة أنه بالنهاية أنه نشكك بعضنا ونجرح ببعضنا هاي الطائفة منع عاكر وهي بمراحلة انتقالية بعد خروج سعد الحريري ورح تفرص قيادات فلتكن قيادات متعدة درجة بالحقيقة القيادات الوحدانية يعني بتنجح مع شخص استنائي مثل رفيق الحريري الوحدانية مع شخص مختلف عن رفيق الحريري بكرة أسف ارتدت علينا وبال على الطائف الحقيقة بعدين مش بس على اللبنان إذا ما كان في توازن بين المكونات اللبنانية في خلل بالوضع الوطني كذلك الأمر التوازن هو مصلحة وطنية مشان نبقى تطالب بحقوقنا ووجودنا حقنا الطبيعي لأنه بالنهاية بس نكون منبطحين ومستسلمين وإذا بدك نسامحين بكل شي ناسنا بتقلب علينا وناس ما بتعود إذا بدك بحالة ارتياح حالة طمأنينة اشتركوا في القناة